أول كتاب الترجل باب النهي عن كثير من الإرفاه حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد المازيني أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم قال ما هو؟ قال كذا وكذا قال وما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه قال فما لي لا أرى عليك حذاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل قال أبو داود وهو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري باب في استحباب الطيب حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كما سكة يتطيب منها باب في إصلاح الشعر حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا بن وهب أخبرنا بن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه باب في الخضاب للنساء حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة سألت عائشة عن خضاب الحناء فقالت لا بأس به ولكني أكرهه كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحاه قال أبو داود تعني خضاب شعر الرأس حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثتني غبطة بنت عمر المجاشعية قالت حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا نبي الله بايعني قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كف سبع حدثنا محمد بن محمد الصوري حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة قالت أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة قالت بل امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالحن باب في صلة الشعر حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بني إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمه عن عبد الله أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات قال محمد والواصلات وقال عثمان والمتنمصات ثم اتفقا والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب زاد عثمان كانت تقرأ القرآن ثم اتفقا فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات قال محمد والواصلات وقال عثمان والمتنمصات ثم اتفقا والمتفلجات قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو فقالت إني أرى بعض هذا على امرأتك قال فادخلي فانظري فدخلت ثم خرجت فقال ما رأيت وقال عثمان فقالت ما رأيت فقال لو كان ذلك ما كانت معنا حدثنا بن السرح حدثنا بن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامسة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة من غير دا قال أبو داود وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامسة التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمسة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل قال أبو داود كأنه يذهب أن المنهي عنه شعور النساء قال أبو داود كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس باب في رد الطيب حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله المعنى أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل باب في طيب المرأة للخروج حدثنا مسدد حدثنا يحيا أخبرنا ثابت بن عمارة قال حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعترت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة قال لقيتهم رأة وجد منها ريح الطيب ينفخ ولذيلها إعصار فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد قالت نعم قال وله تطيبت قالت نعم قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة قال أبو داود الإعصار غبار حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء قال ابن نفيل الآخرة باب في الخلوق للرجال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاؤني الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي ليلى وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بيه وقال اذهب فاغسل هذا عنك فذهبت فاغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بيه وقال اذهب فاغسل هذا عنك فذهبت فاغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي فرحب بيه وقال ان الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنوب ورخص للجنوب اذا نام او اكل او شرب ان يتوضأ حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بن بكر اخبرنا بن جريج اخبرني عمر بن عطاء بن ابي الخوار انه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل اخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر ان يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه ان عمار قال تخلقت بهذه القصة والاول اتم بكثير فيه ذكر الغسل قال قلت لعمر وهم حرم قال لا القوم مقيمون حدثنا زهير بن حرب الاسدي حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الاسدي حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن جدته قالا سمعنا ابا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق قال ابو داوود جداه زيد وزياد حدثنا مسدد ان حماد بن زيد واسماعيل بن ابراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال وقال عن اسماعيل ان يتزعفر الرجل حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن ابي الحسن عن عمار بن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب الا ان يتوضأ حدثنا ايوب بن محمد الرقي حدثنا عمر بن ايوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقباه قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل اهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم قال فجي ابي اليه وانا مخلق فلم يمسني من اجل الخلوق حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا حمد بن زيد حدثنا سلمون العلوي عن انس بن مالك ان رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه اثر صفره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو امرتم هذا ان يغسل هذا عنه باب ما جاء في الشعر حدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد بن سليمان الانباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة احسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه قال ابو داود كذا رواه اسرائيل عن ابي اسحاق يضرب منكبيه وقال شعبه يبلغ شحمة اذنيه حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة اذنيه حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن انس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شحمة اذنيه قال ابو داود وهما شعبة فيه حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل حدثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انصاف اذنيه حدثنا بن نفيل حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة باب ما جاء في الفرق حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد اخبرن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال كان اهل الكتاب يعني يسدلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني بن اسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت كنت اذا اردت ان افرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وارسل ناصيته بين عينيه باب في تطويل الجمة حدثنا محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي هو اخو قبيصه وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب قال فرجعت فجززته ثم اتيته من الغد فقال اني لم اعنك وهذا احسن باب في الرجل يضفر شعره حدثنا النفيلي حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت ام هانئ قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة وله اربع غدائر تعني عقائص باب في حلق الرأس حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت محمد بن ابي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم ام هل آل جعفر ثلاثة ان يأتيهم ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني اخي فجيء بنا كأن افرخ فقال ادعوا لي الحلاق فامره فحلق رؤوسنا باب في الصبي له ذؤابه حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عثمان بن عثمان قال احمد كان رجلا صالحا قال اخبرنا عمر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع ان يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو ان يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابه حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال احلقوه كله او اتركوه كله باب ما جاء في الرغصة حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال كانت لي ذؤابه فقالت لي امي لا اجزها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على انس بن مالك فحدثتني اخت المغيرة قالت وانت يومئذ غلام ولك قرنان او قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين او قصوهما فان هذا زي اليهود باب في اخذ الشارب حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس او خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتفو الابط وتقليم الاضفار وقص الشارب حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باحفاء الشارب واعفاء اللحياة حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا صدقة الدقيقي حدثنا ابو عمران الجوني عن انس بن مالك قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الاضفار وقص الشارب ونتفى الابط اربعين يوما مرة قال ابو داود رواه جعفر بن سليمان عن ابي عمران عن انس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتلنا وهذا الصح صدقة ليس بالقوي حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير قال قرأت على عبد الملك ابن ابي سليمان وقرأه عبد الملك على ابي الزبير ورواه ابو الزبير عن جابر قال كنا نعف السبال الا في حج او عمره قال ابو داود الاستحداد حلق العانة باب في ندف الشيب حدثنا مسدد حدثنا يحيا حا وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان المعنى عن ابن عجلان عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام قال عن سفيان الا كانت له نورا يوم القيامة وقال في حديث يحيا الا كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة باب في الخضاب حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة وسليمان بن يسار عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم حدثنا احمد بن عمر بن السرح واحمد بن سعيد الهمداني قالا حدثنا بن وهب قال اخبرني بن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال اتي بابي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود الديلي عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم حدثنا احمد بن يونس حدثنا عبيد الله يعني ابن اياد اخبرنا اياد عن ابي رمثة قال انطلقت مع ابي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو ذو وفره بها ردع حناء وعليه بردان اخضران حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن ادريس قال سمعت ابن ابجر عن اياد ابن لقيط عن ابي رمثة في هذا الخبر قال فقال له ابي ارني هذا الذي بظهرك فاني رجل طبيب قال الله الطبيب بل انت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن اياد ابن لقيط عن ابي رمثة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وابي فقال لرجل او لابيه من هذا قال ابني قال لا تجني عليه وكان قد لطخ لحيته بالحن حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن ثابت عن انس انه سئل عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انه لم يخضب ولكن قد خضب ابو بكر وعمر رضي الله عنهما باب في خطاب الصفرة حدثنا عبد الرحيم بن مطرف ابو سفيان قال حدثنا عمر بن محمد حدثنا بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما احسن هذا قال فمر اخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا احسن من هذا فمر اخر قد خضب بالصفرة فقال هذا احسن من هذا كله باب ما جاء في خضاب السواد حدثنا ابو توبة حدثنا عبيض الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في اخر الزمان يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة باب في الانتفاع بالعاج حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر كان اخر عهده بانسان من اهله فاطمة واول من يدخل عليها اذا قدم فاطمة فقدم من غزاة الله وقد علقت مسحا او سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة فقدم ولم يدخل فظنت ان ما منعه ان يدخل ما رأى فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما فانطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان فاخذه منهما وقال يا ثوبان اذهب بهذا الى الى فلان اهل بيت بالمدينة ان هؤلاء اهل بيتي اكره ان يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج اخر كتاب الترجل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة